تمام هلأ في ضلة جزئية من المحاضرة الأولى تاعته الروتري إنسترومنت نكملها بالنسبة ل أوكي الفاكتور ريليتد تدي يوز أوف الروتري إنسترومنت في عندنا اشي منسميه الكتنج سبيد شوف كرة الكتنج سبيد أو البريفرال سبيد هي السرعة التي تقوم بها الكتنج أو الروتري كتنج إنسترومنت دورين تتشينغ في توث سيرفوسز يعني لو أنا مثلاً عندي هذا الراون بير تمام وتخيلت إنه الراون بير تمام البريفرال سبيد للبوردر of the instrument that touched the tooth surfaces منسميها الكتنج سبيد وهي أهم بكتير من الأكسية للسبيد اللي بتقيس اللونغيتجونال دايريكشن للدوران البير هلأ شو إشي مميز بديكم بس تعرفوه من هاي النقطة إنه الكتنج سبيد بتزيد كل ما زاد الديامتر of the instrument تمام؟ يعني لو عندي different pairs of different size يعني مين الكتنج سبيد فيهم أكتر؟ اللي السمول بير ولا اللارس سايز ديامتر بير؟ كمان مرة the cutting speed will increases as the diameter of the instrument increases مين الديامتر أكبر هون؟ لهاي ولا لهاي؟ للأولى yes so the cutting speed for this instrument will be more تمام؟ هلأ في مصطلح دايما في بداية المحاضرات الروتري engine سواء الـ air driven والـ electric engine كنا نحكي دايما عن الـ concentricity وحكينا إذا أنتم دارسين إنه الـ air driven عادة الـ concentricity تقلها بتقل مع الزمن هلأ شو فكرة الـ concentricity هي عبارة عن symmetry of the instrument head and is related to the neck of the shank يعني أنا عشان أحكي إنه هاي التولز عندها concentricity لازم كل الشانك والنك والهيد of the instrument are symmetry مع بعضها البعض هون في عندي symmetry تمام؟ في long access لها no في عندي painting في النك هون نفس الفكرة ما عندي eccentric head سو الـ concentricity إنه بيكون الـ head in relation to the neck and shank في بيناتهم symmetry طب هادا الشيء ليش كتير مهم لإنه أنا عندي bear بيدور تمام؟ بدي إنه الـ head مع النك مع الشانك يكونوا in a long one long axis عاملين symmetry فبالتالي during the process of rotation تمام؟ زي كإنه مثلاً أديش عرض الbear باعتبار مثلاً إذا اعتبرت إنه عرض الbear 8 بالعشرة بدي لما أنا آجي أحفر جو السن وأعمل زي punch cut بدي الـ punch cut اللي يعمل لي إياها الbear بالزبط أدي عرضه تمام؟ يعني لما يدور تكون محور الدوران إليه ثابت تمام؟ والcutting اللي بيعملها inside the tooth تكون بالزبط نفس عرض الbear لأنه هو بيدور فعلياً بس بيدور حوالين نقطة واحدة هلأ إذا ما كانت هاي الـ concentricity موجودة بيكون عندي بش إش بيسميه run out أو eccentricity شو بيصير عندي؟ تخيلوا بيكون الbear رأسه هي كميل تمام؟ وتخيلوا بيدور هل بيدور بنفس المكان حيكون ولا حيكون في أريا بيعمل touch أكتر من مكان ثاني؟ هون أو بطريقة أخرى هل الـ circle اللي حيحفر لي إياها هل حتكون small size نفس size للديامتر في the bear ولا حتكون أوسع بكتير من من الbear ديامتر هتكون أوسع يس هتكون أوسع فبالتالي ما هتعمل لي uniform cutting هتعمل لي irregular cut تمام؟ هتصير معكم في المختبرات هتحط الbear تمام؟ وتشغل الhand piece وبعدين تتلاحظ أنه الbear هو بعمل rotation ما بعمل rotation parallel للlong axis تاعة الhead والneck والشانك بيكون بلف بطريقة رايح فيها يمين الشمال فعلياً الbear فهاد الـ movement eccentric run out movement كتير مؤذية من أي ناحية أول إشي تعمل irregular cut تمام؟ وبالتالي باجي بعمل أول punch cut بلاقي إنه الbear بحفر لي بطريقة irregular و more aggressive تمام؟ خصوصاً إنه إذا بدي أنا أشتغل في آريا قريبة مثلاً من البل ممنوع جداً أستخدم هذا الbear لأنه رح يعمل لي defect أو irregular cut أو يعني more removal للtooth structure هاي أول نقطة الثاني نقطة effectiveness للbear حتقل لأنه الbear هيك فالياً بيكون تقريباً زي رايح جاي بطريقة right and left right and left ففي آريا حيعمل cut في آريا ما حيعمل cut فبقل effectiveness ثالث إشي حيعمل vibration أو يعني effect للمريض هيكون مزعج جداً تمام؟ هاي الشغلات كيف بتصير عادةً بسبب يا إما الbear الhead النكتاعته صار فيها bending يا بنفس الhand pieces الhand piece تمام؟ لما أنا أدخل الbear جوه الhand pieces وشو الجزء من الbear اللي بيفوت جوه الhand piece شو اسموه؟ الشانك بيكون البوزيشن للbear جوه الhand pieces بسبب تلف الhand pieces نفسها ما بيعمل لي انه الhead والneck والشانك جايين فهذا الشيء ممكن يعمل لي الrun out واتحط معكم هاي ولا لسه في عندكم هيك نقطة مش فاهمينها يعني عادة لما الbear يكون في عندي bending في النك of the bear تمام؟ وليش أنا حكيت عنه bear لانه عندي cutting blade بيصير ما يدور بنفس المحور الدوران بس في نقطة واحدة لا بيكون هيك تقريبا فعاليا لما يدور بيكون رايح جاي بطريقة عامل irregular cut طعم هلا حكينا في المحاضرات البداية عن التورك اللي هو العزم وحكينا كيف انه hand pieces ايش مشكلتها انه التورك فيها قليل فشو يعني فكرة التورك اللي هي فكرة العزم قديش الجسم ممكن يقاوم التوقف او السرعة خلال عملية الدوران يعني انا عندي hand pieces بالتور تمام؟ بمقدار او سرعة معينة بعدين خلال الدوران بترتطم بسطح السن هل السرعة تتغير تتأثر خلال ارتطامها هاي من سميها التورك اللي هي مقاومة التندنسي of stopping the movement due to the pressure تمام؟ during contact اوكي هلأ مهم جدا خلال your work انك تحاول تدور على safety procedures او safety major كيف يعني حكينا انه مشكلة rotary hand pieces صوتها كتير عالي sharp voice ممكن يعمل بعد فترة ear legends because of the noise سو مهم جدا انه انا اتبع اجراءات السلامة علشان احمي حالي من اي مشاكل ممكن تثير بعد هيك طيب بس انا يا دكتور البس ال airpods عشان احمل my ears انه يصير عندي مثلا بعد فترة cumulative ear loss لا لازم ابرده البس ايش eye protection ليه لانه شفنا كيف بالصور وخصوصا مع the air driven pieces كيف قديش ال debris والاروزل ممكن تتناثر فممكن اي particles تفوت لا صبح الله في عين الدكتور وتعمله ايش injury سو مهم جدا انك تعمل ايش تلبس النظارة تلبس الماسك تلبس ال gloves and so on اوكي هلا بالنسبة للمريض during using rotary instrument ضروري جدا اني انا اعمل ايش during using rotary instrument حكينا intermittent forces او stroke forces ما احط البير واعمل pressure على tooth structure عشان اعمله cutting لانه هاي pressure effect هتنقل الحرارة للعصب وحتعمل bulb necrosis طمام ولازم كمان during using rotary instrument حكينا انه لما انا اجي ادخلها inside the patient's mouth بتكون الشغالة صح بتكون شغالة ولا ما بتكون ما بتكون عشان ما تعملي أي soft tissue injury بعد هيك قبل ما انا ادخلها على السن بشغلها وبطلعها من السن وهي شغالة بعدين بطلعها من oral cavity وهي شغالة ولا مش شغالة مش شغالة مش شغالة تمام مش شغالة مش شغالة ايش عزيزتي جوابت نحكي ذلك انه بطلعها من الفم بطلعها من السن نفس وشغالة شغالة ابدعتي تمام بطلعها من السن نسميها bears holders تمام ممكن في بعض الانواع تتحمل انك تحطيها في inside the autoclave هيك منكون خلصنا هاي الجزئية داخلي معكم في تكملة rotary instrument هلأ يا اعزائي بخصوص الامتحان الامتحان 25 سؤال تمام من سؤالين لا تلاتة هيكون فيه fill in the blank تمام وfill in the blank كلمة واحدة يعني ما أنا طالبة منك تكتب لي تعريف ولا طالبة منك تكتب لي مقالة او essay أنا طالبة كلمة واحدة تمام يعني طالبة شارحت لك شغلة واكتب لي هذا الشغلة شو كلمة واحدة فقط تمام هاي اول نقطة تاني نقطة الامتحان للي دارس جدا سهل كل الاسئلة من المادة اللي بين ايديكم درستو بتجيبو ما درست اهملت المشكلة مش عندي المشكلة عندكم صراحة لانه انا كتير في المختبرات بظل اعيد وكرر اعيد وكرر على اساس انتم ايش تفهموا تحفظوا تستوعقوا في محاضرة من المحاضرات اللي نعطت في المختبر اللي هي جنرال برينسيبل وفتيوث بريبيريشن كلاس ون انا رجعت عملت لها ريكورد ونزلتها على المودلز كمان مرة علشان تكون موحدة للجميع لانه اللي فهمتوا انه نعطت في مختبرات بشكل سريع تمام دققوا على كل بوينت فرجعت عدها تمام المادة اللي مطلوبة منكم اول اشي الانترودكشن والهانت انسترومنت تمام ثاني مادة مطلوبة معكم اللي هي عبارة عن الروتاري انسترومنت تمام المحاضرتين تاعت اللي نعطوه في المختبر اللي هي الكلاسيفيكيشن وفكاريز وطوث ليج وطوث بريبيريشن داخلي معكم الجنرال برينسيبل وفتوث بريبيريشن داخلي معكم والمحاضرة اللي عطتها يوم الاحد عن الموديفيكيشن لا الجنرال برينسيبل وفتوث بريبيريشن داخلي معكم يعني كم سلايدز داخلي معكم خمس تمام في حد عنده اي سؤال له هلا الهين اللي نضف ان الهين اخره شرحناه بعد شو اسمه الكلاس وان بريبيريشن تبقى هلا شوفي الجنرال برينسيبل والموديفيكيشن فعليا نفس بعض بنتكرروا بس اللهم حكينا عن بعض البرينسيبل اللي صارت مور كونزيرباتيب بس اذا سمعتيهم نفس بعض فعليا يعني بس تغير بسيط صار يعني كيف المودرن اوبراتيب دنتستي تغير بعض الكنزيبل عشان نكون مور كونزيرباتيب وجميع الحاضرات والسليدات نزلت على المودلس صحيح؟ نحس كل شي موجود عزيزتي سأل الميديه دكتب سمام هلا بدي أدخل هون شو ضل عنا ضل عنا جزئية هون بدي أحكي عنها صراحة هون عشان المختبر اللي رح يشتغلوا في المختبر إن شاء الله أوكي هلأ هاي الجزئية من السلايد المطلوب معكم بس هاي الجزئية مش داخلة في الامتحان طمام؟ يعني بالضبط هذا السلايد اللي أعطيتها آخر محاضرة لحد خمسة وخمسين تمام؟ اللي بعده مش داخل يعني الـ compound preparation مش داخل معكم أوكي هلأ Class 1 or Site 1 preparation تعرفوا شو يعني Class 1 ولا ما بتعرفوا الـ record أمسل ألا اسم جسم معمول record مفروض بعدها أمسل يس ما طفيتو أنا عشان أي معلومة تضل زملائكم Class 1 or Site 1 هلأ Site 1 according to mean Mount and Hume صح؟ Class 1 according to that GV Black طب شو Class 1 عسرية عشان ما يضي الوقت كارز في الـ بت والفشيرز وبالضبط وبتعرف وين الـ بت والفشيرز صح؟ في الأوكلوزل في الأوكلوزل ثير وفي الأنتيريور وفي الأنتيريور في الأوكلوزل حلو طب Site 1 Site 1 تشمل Class 1 و Class 6 تمام؟ لما تيجوا تدرسوهم وفي تعريف شرح كامل هيك عنهم قرؤوها هلأ اليوم رح نحكي عن compound preparation شو يعني compound preparation لما أنا أحكي اليوم دي أعمل compound preparation شو الفرق بينها وبين simple preparation compound بتكون two surfaces برافو يا مسك بينما simple عادة بتكون one surfaces يعني أنا هون يا مسك جينان المفروض تجاوب لأنك أنت أخذت compound preparation صح؟ أوكي هلأ هاي هون عندي one surface one surface one surface يعني نفس الموجودة في surface واحد هاي شو بسميها simple preparation طمام هلأ في بعض الأحيان أنا ممكن أعمل compound إني أعمل cavity preparation extended between two surfaces occlusal surface والpalatal surface so this are called as a compound preparation طمام هلأ شو فكرة compound preparation أو أنا كيف بدي أعمل هاي compound preparation نفس ما كنا نعمل class one علمتوا class one على الأبرتيث ولا لسه دسة دكتورة إحنا ما أخذنا غير على اللاورمون لسه ما أخذته على الأبر طيب تمام هلأ أنا حشرح لكم هنا على السريع على هذا السن هذا عبارة عن الأبر six بنا نعتبر تمام شو بيميز للأبر six يا عزائي إنه عندي five كسب شو هم الميز بكل عندي دستو بكل عندي دستو lingual وعندي الميز lingual وشو بيميز لي هون الميز lingual two bit هون يعني واحدة هون وواحدة هون تمام فعليا من صورة تانية من أسبكت تانية أشوف شو موجود أوكي بتكون واحدة هيك شكلها والتانية هيك تمام الأبليك ريتش never ever touch it ودائما منحافظ عليه طب أنت أنا أحيانا بضطر أني أوصل وقفت مع بعضهم البعض إذا كانت أقل من نص إذا كان الكيريز extension كتير كبير لدرجة أنه remaining thickness من الأبليك ريتش أقل من نص مليميتر أنا ممكن أفتحهم مع بعض بس عادة الكيريز extension خصوصا في القبر ما بيكون لدرجة extended أنه يشمل الأبليك ريتش هلأ أنت تعملوا هاي الأوتلاين نفس الفكرة كيف نفس الفكرة يعني بترسموا الأوتلاين وبتحددوا البقى الشو اسمه الـ عندي تنين واحد على يمين الأبليك ريتش واحد على شمال الأبليك ريتش تمام بمسك البير اللي هو أيش 330 أو 245 تمام وأنا في المختبرات قلت لكم ممكن نستخدم أكتر من بير وأكتر من طريقة نفتح فيها الأكسس أو نعمل cavity preparation بس أنا في المختبرات بدي تستخدم هدول two pairs ليه لأنه diameter إله واضح length إله واضح ball للبير لحالها عاملة convergence والcorner للبير صح عاملة roundation فبالتالي ممكن يعملي كل preparation اللي بدي إياها هذا البير نفسه هلأ ما أقدر أستخدم بير دعات مختلفة خلال الشغل ممكن أستخدم لكن كأول مرحلة أنا بفضل إنكم تستخدموا هذا البير بعد هيك تتعلموا إنكم تستخدموا different بير تمام ممسك البير parallel to the long axis of the tooth جداً وجدًا البروزس بتكون سهل جدًا تمام بعد هيك يا عزيزتي شو بعمل بتعمل تشيك على convenience form يعني بجيب smallest condenser وببلش أنا أشوف هل بفوت إذا في مناطق ما بدخل فيها ببحاول أوسع بس بدون ما أعمل أي cutting أو removal للقصب تمام فقط على هيك بكون أنا أنهيت تقريباً class 1 على occlusal surface هلأ شو بعض الأحيان ممكن يكون عندي هاي الأريا كلها extended carries شو بعمل على نفس الدبت اللي هو واحد ونص هون تمام بكمل على lingual groove اللي فاصلي ما بين اللي عامل separation ما بين distolingual والمezolingual كسب وبمشي على نفس الدبت تمام يعني هيك أوكي بلش هون أوكي وكمل على نفس الدبت قديش الدبت هون وفتح كل المسافة ما بين two كسب على الدبت قديش نفس الدبت قديش الدبت اللي فاته 1.5 1.5 تمام يعني دخل هلأ who had لاحظوا انه مش تلات تقريبا مش 1.5 اكتر صح هلأ هو شو لازم يعمل اذا ما هو عارف اللينث تاع الbear بيجيب الbear أو بيجيب مصطرة وبييس طول الhead أو الworking part للbear تمام وعلى أساسه بيقدر قديش بده يفوت لازم يفوت واحد ونص فعمل هنا الانيشيال كط وبلش يعمل extension للكيفيتي على نفس الدبت تمام لحد ما فصل ما بين التو كسب اوكي بعد ما عمل فصل التو كسب وكمل البربريشن وهنا هذا كله بيكون نفس الدبت بمسك البر تمام رح تمسك البر يعني شايفين البر كيف شايفين البر كيف بمسك البر تمام وين بالضبط شايفين هاي البر باجي تحتها slightly يعني تقريبا باجي هون في البر وبميله وبدخل إيش inside the cavity شايفين هلأ قديش أدخل بالضبط depth لجوه هون بحكي لك بالضبط انت قديش بدك تفوت 75% تمام هلأ هذا البر وال245 و330 قديش عرض البر width تبعه العرض من هون عرضه تقريبا 8 بال10 فعليا 75% مع التقريب بتصير 8 بال10 تمام فأنا بفوت لحد قديش كل البر diameter أوكي فصار عندي هون نفس الدبث هذا شو اسمه هذا الول أول اشي external أو internal هاد internal internal بل بل وال صح وهاد اللي هون ايش external وهاد الدرجة اللي واقفة بيناتهم هون بلبل لاحظة كيف صار عندي في عندي هون هيك وال بعدين عندي وال هيك واقف بعدين عندي البلبل هيك داخل لجوه هذا شو سمينا external axial yes internal axial وال هاد اللي قريب من الجنجيفة منسمي الجنجيفة الول تمام هلا هون عادة بيضل remaining carries في هاي الاريا شو عمل هو جاب الround bare وبلش يعمل removal remaining carries في هاي الاريا تمام وبعد هيك الaxial وال بيرت يرجع straight كيف بالbase material yes base material لاحظي رجع حط base material و رجع الaxial وال الaxial وال لازم يكون paralel مع lingual surface of the tooth يعني هيك لازم يكون مش straight paralel مايل بميلان lingual surface طب كيف انا اضمن انه يكون مايل بميلان lingual surface من اني امسك الbear اول مع الbear امسكه واعمل هاي البك extension لازم لازم ادخله بميلان paralel to the long axis of the tooth ليش انا مهم جدا اعمل هاي الشغلة عشان اعمل uniform thickness ل الامل gam restoration يعني انت تخيلي لو هاد كان اصلا عملتو straight تمام هيك واصلا البلتل او lingual surface لالسن جاي ميل تمام جاي هيك بالميلان وهذا مستقيم الامل gam thickness ما رح يكون متساوي through the whole cavity هتكون مثلا من هون قليلة ومن هون كتيرة ونحن الامل very weak material او brittle material بالspecific لازم يكون لها منف thickness عشان انا اقدر ايش تتحمل the occlusal forces فلما يكون axial surface parallel to the lingual surfaces تمام بيكون التنين هيك parallel to each other سوري فلما اجي اعمل filling ل الامalgam restoration بيكون thickness الها through the whole length بتكون equal length تمام بعدين ببلش اعمل roundation line angle اوكي بتكون هيك الكavity جاسة الموضوع كتير سهل والموضوع جدا بسيط هون عندي ايش الفكرة هون شو بدي اعمل هون حدا بعرف شو بعمل بالجنج بالبول فعليا بعمل بيفل بتذكرين لما حكينا في بداية المحاضرات الانام الروت في هاي الاريا بتكون مش unsupported فبعمل بيفل بالميزي او بمقدار 15 لعشرين درجة وهون دس هند انسترومنت عمل ايش بيفل للجنجي بالبول بس هاي الاريا طيب هون شو عم بعمل هون 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 عم بعمل راون ديشن لا ال اكزيو بلبل line angle مش عندي هاد البلبل وهذا ال اكزيال عم بعمل راون ديشن ل line و اكزيال او البلبل اكزيال line angle عشان تكون كتير smooth هلما اجي اتطلع هاي الفاين ال كيفيتي تاتي هون معمولها راون ديشن تمام بلبل اكزيال جنجي تمام هلا الابر ستبس نفس الهاي انه بتكمل توسيع على ال مع اساس اخر يقدر يفوت معك المرجن لازم تكون smooth وبعمل cleaning و debridement بال air water syringe عشان اتأكد من ريموف لكل يعيدولكم اياها في المختبر ويعملولكم ديمو بس انا حبيت بشكل احكي النقاط الاساسية اللي بتهمني في المحاضرة اوكي هاي سلايد جديد او مادة جديدة مش داخلة معكم في الامتحان منكمل فيها ال general principle of tooth preparation بس ناخد في الاعتبار ال biological و mechanical principle اوكي شايفين ال enamel rods هون كيف ال direction لها واضح ولا مواضح اعزائي لاحظوا هون لما حكينا عن الجنجبل وال لاحظوا انه لما عملنا البيvel هون عملت البيvel علشان المرجن بتكون ماشية صح مع الrods فالفكرة الاساسية انه انا لازم اي هف تفولو الrods حتى متذكرين في المحاضرة الماضية لما حكيت لما اجي اعمل ال very simple cavity كيف كنا نعمل البك وال lingual وال كنا نعمل هم divergence صح فلما تكون divergence او convergence كنا نعمل هم convergence في فيهم الconvergence اللي انا بدي اياه عشان الريتنشن بس لو كبرت الكافيتي تمام لاحظة كيف الريتنشن للرود بصير مور بارالل بتحسو طي يفضل بعد هيك انه كل ما زادت الكافيتي كون بارالل yes انه اعمل الوال مور بارالل اوكي هلأ محتويات هاد السلايد من شفتر الستة من كتاب المودرن أوبراتف دينتستري اوكي هنحكي هيك introduction بسيطة هلأ مع تطور العلم وتطور الماتيريال وتطور الريستوراتيف كونزيرفاتيف دينتستري صار النقطة الاساسية اللي بتهم اي طبيب اسنان وخاصة الكونزيرفاتيف سبيشاليست انه يركز على البريفنتيف ميجر اكتر من الريستوراتيف ميجر كيف يعني يعني اذا ما كان اذا كانت عندي كاريو السليجن ستيل انسيبيا في المراحل الاولى منها المهم جدا انه انا اعمل تمام واحاول اني ما احفر هذا السن ولا اعمل عليه اي ريستوريشن واحول المريض وازيد الواعد عنده على اكتر من حلو ما لم يستدعي اني ادخل او ريستوراتيف اني مثلا في مشكلة اثرت على الانكشن على الاستاتيك اوكي اوهيد واعمل بس الكون ابروش صار او اتحول انه فوكس اكتر على الان ريستوراتيف ميجرز تمام فقط بريفنتيف ميجرز بقولك بينما الانفيسف ريستوراتيف مينز اذا كان لابد منها تمام اوكي دويت بس مع تركيز برضو بعد هيك على البيفنتيف ميجرز يعني مش اجيب مريض مثلا عنده بداية التسوس وهذا التسوس الانسيبي بيكون في البداية في المراحل الاولى ريفيرسبل شو يعني ريفيرسبل يعني بس بيكون عندي زي ديستركشن في الانام الهايدروكسي أباطايت ما صار الكيريز ما في داعي أعمل حشوة فهذا المريض مهم جدا اني استبع معه البيفنتيف ميجرز هاي اول نقطة لو اجاني مريض قريد عنده مشكلة اوكي اثرت مثلا على الستاتيك او الفنكشن اوكي اهد انك تعمل بس في نفس الوقت بعد ما انت تعالجه لازم تزيد الوعي عنده على البيفنتيف ميجرز الورال هايجين الفيشر سيلانت اذا احتاج فلورايد ابليكيشن and so on صار مهم جدا اني ازيد الوعي على المريض هلا منعرف نحن انه المستخدمة وحكينا طوال هذا الفصل عندي نوعين من المتيريال وعندنا المودرن ادهيسي ماتيريال شو فكرة التراديشي ماتيريال اللي هي النن ادهيسي ماتيريال زي الاملقام شو مشكلتها انها لا تلتصق بسطح السن شو يعني لا تلتصق need specific cavity shape تحتاج design معين depth معين width معين convergence في الوال خاص معين علشان تقدر يسير الهاريتنشن وتضاين inside the cavity so العديد من الاملقام restoration بتفشل اذا انت البرنسيب الهاي او tooth preparation لك ما كانت زي ما بتتطلب هالاملقام restoration طمام وبدنا نعرف انه احيانا كتير انه بكون انا مثلا عاملة outline form as possible as يعني as i can لكن بعد هيك باضطر اني اوسع بزيادة ليه عشان احصل convenience form وعادة في convenience form لما نيجي نحنا نوسع بعض زملائكم كان يحكي لي يا دكتورة طيب يعني صح انه the smallest condenser بس والله عم بوسعي كتير انا لسه فهاي فكرة المشكلة في الاملقام انه انا باضطر اشيل sound tooth structure تمام عشان احصل convenience form عشان انا اقدر اعمل application للاملقام فصارت فصارت الاملقام ريستوريشن زي بالنسبة للكونزرفتف سبيشاليست مش كونزرفتف تريتمان فصاروا يتجهوا الى المور modern material زي الكمبوزيت والجلاس اي نومر هاي الماتيريالز بعتبروها defect oriented شو يعني يعني وين عندي defect احفروا وخلاص ما في داعي انك تعمل convenience form retention form resistance ما عندك التعقيدات في اللي كانت توجدها الاملقام ريستوريشن ليش لانه هاي الماتيريا اللي لها adhesive system خاص فيها بساعدها في عملية الريتنشن هاي اول نقطة ثاني نقطة انه وجود ال adhesive system خلى لما انا احط الحشوة بتصير السن والحشوة زي كأنهم واحدة واحدة فاي فورس زعى الحشوة تمام بتتوزع للسن واي فورس على السن بتنتصها برضو الحشوة زي كأنهم عضو واحد صاروا بينما في الاملقام ريستوريشن شو ما عملت لها adaptation والكوندنساشن على بتضل غير ملتصقة بيكون في عندي line هيك separation ما بين السن والحشوة فبتضل انها ايش جسمين منفصلان فعليا ما هو جسم واحد تمام عشان هيك عادة المارجن للريستوريشن حكينا ما لازم تيجي عليها وكلوز الفورس صح يا بتيجي بس على الحشوة يا بتيجي على السن ما تيجي على الحشوة والسن لأنه فعليا عندي جسمين مختلفان يتعرضان لقوة وكل واحد تأثير القوة عليه بتكون مختلفة عن الآخر يعني صح أنا شلت التسوس بس أنا فعليا ما عالجت التسوس من الأساس يعني في عندي أريا بيصير فيها food accumulations المريض مثلا فأنا عالجت المشكلة في هذا السن بس ما ما حلت الدزيز نفسه لازم في كل مرة نركز على البروينتف بروغرام مصد بي استابلش عشان أقلل اللوريسك ديفولوبمنت لنيو ليجل وقبل ما أبلش في الانفيسف تريتمان الانفيسف استراتيجي شو تبي كونسيدر فيرس ليه لأنه كل ريستوريشن شو ما عملتها بدأي أحط في بالي إنها إلها عمر معين تمام بعد هذا العمر بتنتهي صلاحية هذا الحشو ما في حشوة بالضاين شو ما عملتها بشكل كامل جيد إلا ما يكون إلها عمر افتراضي قصير يعني لو كان 15-16 سنة فبدي أحط في بالي إنه هاي الحشوة ما رح تضاين فوريفر فإلها عمر فالحشوة مثلا ممكن بعد 15 سنة إنها تفشل تمام أو يصير فيه هدفك تحتاج إيش تغييرها هذا الشي بدخلني بإشي بنسمي repetitive restoration cycle إنه كل فترة بعد فترة بدها تصير إيش الحشوة إيش تتغير 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 وخاصة في بعض الناس اللي من الأساس من الأول ما أخذ في باله principle tooth preparation وعمل حشوة مش ضمن requirement لأي restorative material فبعد فترة مثلا بعد شهر ونص بيجي المريض مثلا بقول له الحشوة انكسرت أو الحشوة وقعت أو سوى ستحتها هلأ في كل مرة بعيد الحشوة هو فعليا شو بعمل بعمل لل sound tooth structure عشان يجهز السن من أول الجديد للحشوة وبعد هيك ممكن ترد تفشل وتفشل في كل مرة للساكل هاي بعمل removal لل sound tooth structure لحد ما يوصل لمرحلة معينة يا صار bulb نكروسز أو وصل للعصب أو ممكن السن لحاله يوصل لإيش لمرحلة بيحتاج فيها extraction مهم جدا as much as possible أني أركز على non-invasive treatment قبل the invasive treatment so when cavitation already has been existed يعني صار عندي already شو اسمه caries lesion cavitated distracted في الإنعم الودنتين بروح على l-invasive measure لأنه non-invasive measure ما حتساعدني هنا يعني ما عن يجيني مريض مسوس ونص الصن distracted من الكاريز وقوله والله بس فرش سنانك لا لازم أصلح وأرجع الفورم والفونكشن لهذا السن plus preventive non-invasive measure تمام هلأ ال-restoration according to the way they applied to the tooth could be divided into three form يعني بعد ما أنا حفرت السن وجهست السن وحفرته وعملت كل اللي من أول الفصل عم نحكي معها أجا وقت إني أحط الحشوة على السن في عندي three different way to apply the restorative material into the tooth surfaces أول وحدة بنسميها direct technique شو يعني direct technique أعزائي يعني directly بحط الحشوة بكون عند المريض تمام بحفر السن بحط الحشوة بفنش الحشوة بعمل polish للحشوة في نفس visit في نفس appointment وبطلع المريض من عندي والحشوة إيش معي تانية ولا طلعت هو أوكي والمريض بقدر يأكل عليها أو إنه الحشوة جاسب في عندي ال indirect technique بتعرفوا شو يعني indirect technique أو شو الفرق بينها وبين indirect technique وينكم تانية تالتة إنه منحضر الحشوة في مختبر يس أنا بجحس في البداية السن تمام بعمل preparation whatever سواء كان لكراون أو inlay أو onlay whatever بعمل preparation تمام وبعد ما أنا عملت preparation بتاعتي باخد زي طبعة بنسميها impression print لهذا السن تمام وبعدها على المختبر هلأ المختبر شو بعمل بعمل restoration تمام على يعني باخد الطبعة اللي انت بعتيله إياها بصبها على models تمام بيكون عادة من جب صين و بعمل restoration اللي بده إياها وبعدتلك إياها انت بس عليك تعملي لها cementation هذا منسميها ال indirect technique كمان مرة شد ال indirect technique بعمل tooth preparation وبجهز السن بعدين باخد impression هلأ ال impression زمعا بتاخدوا انتو بروستو ولا ما بتاخدوا هذا الفصل اه بناخد دكتورة اوكي بتعرفوا impression material طيّر الجينات addition silicon في عندي زي tray زي كل tray لمادة مختلفة هاي هاي اللي تري بحط عليها impression material وباخد طبعة للمريض هاي الطبعة منسميها negative print او negative likeness للأورال كافيتي تمام وبعد هيك برسير لك ياهو بصير وانت بتعملها cementation هلأ في نوع من ال impression technique بنسميها intraoral scanning تمام زي scanner انا عندي intraoral camera او intraoral scanner زي لها كاميرا معين بتعمل capture لملطب ال pictures للأورال كافيتي فبيصير عندي زي ملف على الجهاز شفتو عمركم شفتوها في هاي داعيات للدكات فدكتورة بيكون ادق من impression وما بيحتاج من ناحية ادق عزيزتي في كتير مواضيع debate هلأ هم انا بعرف انهم كتير بنوع الدعيات انهم بيقولولك انها ادق هي مش ادق بتختلف باختلاف الشركة اللي انت بيجي تجيبه منها intraoral scanner والتكنيك and so on فمن كلمة ادق ما بنقدر بس هي اسهل بالشغل واسرع ومور time efficient واريح للمريض يعني انت تخيل المريض الدخلي material وتريجو وتمو very bulk تمام والمتيريا اللي بده هواء 30 شاف اذا المريض مثلا كان عنده gag reflex حتكون الموضوع شوي هيك صعب واذا ما زبطت بديك تردي كمان مرة تعيديها هلأ intraoral scanner بتكون كتير اسهل وكتير اسرع هلأ انا اذا بدي اعمل scanning لسن واحد يا عزيزتي تمام واجي تقارنت الدقة او الaccuracy مع الimpression بشرط انه الimpression تاخد ضمن المعايير الصحيحة تقريبا بيكونوا نفس الaccuracy تمام اذا انا اخدت intraoral scanning ل multiple teeth مع بعض يعني multiple teeth وdental arch بتقل الaccuracy الها فعليا كل ما زاد ال cumulative numbers كل ما زاد ال errors ما بين كل صورة وصورة في بتصير عادة الaccuracy اقل بالاضافة انه الشركات اللي حاليا بتطرح intraoral scanner عادة شركات صينية وليست وبتعرفوا الصيني شو وضعه فمهم جدا لما تريدكم تشتروا intraoral scanner تحبشوا كتير عن الموضوع صراحة بعد هيك بعد ما انت عملت بتعملي زي هذا فولدر تمام ديجيتال يعني انت فعلي انت عملت ديجيتاليزيش حولت الاشي الواقعي لاشي ديجيتال على الجهاز بعد هيك بتبعتي للمختبر فالمختبر يا عنده ماشين بتعملي print للكاست تمام زي طباعة للكاست وبعد هيك بعمل عليه الحشوة يا مباشرة بالcat cap system بتطبع نفس الحشوة على البلوك أو السيراميكي بلوك فور اكزامبل تمام بس الفكرة الاساسية اللي بدي احكيها انه بيكون عندي تو سيشنز اول سيشنز تاخد فيها تاني سيشنز تعملي فيها السمنتاشن هلأ بالنسبة للسيمي دايريك تكنيك في عندي نوعين في واحدة بنسميها انترا أورال واحدة بنسميها اكسترا أورال هلأ شو الفكرة في السيمي دايريك فعليا حدا بيقدر هيك يتخيل يعني هي اقرب على الدايريك منها من الاندايريك سو بتكون بوان سيشن بس كيف هلأ في الانترا أورال تمام نفرط هون توقع في صور اوكي هاي ايش هي التري وهاي الامبريشن ماتيريال تمام اخدت هون نيجاتيف ريبليك للأورال كافيتي بعدين هون شو عمل عملته بوزيتف كاست يس جب سم مودل صبها فصار عندي بوزيتف ريبليكا نفس الأورال كافيتي بيبلش يشتغل ويعمل الحشوات and so on هاي الانترا أورال سكانر تمام بتبلش تعمل ديجيتالايزيشن لا الأورال كافيتي انتو سوفتوير كملف بتحول لي تمام هيك بتطلع النتيجة بيكون مثلا عندي السن اللي بحضر هون هلأ يا ممكن انت بتبعث هذا الفولدر لا التكنيشن اللي انت بتتعامل معه فيا مباشرة بيعمل الديزاين للحشو اللي بدو إياها وبحدد الـ ويطبعها على بلوك مباشرة تمام يا بيطبع كاست تمام ريزين كاست يعني زي هاد الكاست أو المودل بيطبعه وبعدين بيعمل عليها الريستوريشن تمام ففي عنده تو اوبشنز يا إما مباشرة يعمل ميلنج للريستوريشن على الجهاز أو بيعمل برينتينج للكاست موضل ويشطل عليه تمام هذا منسميه الكات كام سيستم أوكي هلأ هاي الدايريك تكنيك شو في كريت الدايريك تكنيك بعد توث بريبريشن بعد ما انت عملتي توث بريبريشن شو صار عندك بدي أبلش أحطها يس شو منسميه م أو د صح م أو ودي ولا م أو د م أو د لأنه موصل الميزيال والديستل مع بعض تمام شو حط هون يا عزيز تمسك هونك انت الوحيد الموجودة معي التفلمير تبعت تفلي ميار قريبة التفلي ميار اللي هي الريتينر اللي بتمسك اللي هي القطع الصغير اللي وردتكم آه انت مش معي بالمختبر صح آآ دكتور افهمت عليكي آآ الريتينر هلأ هاد منسميه متل ماتريكس باند اللي هي هاي بكون شكلها سكشنال بتيج هيك زي منقضة جاهز مقصوصة بحطها أنا وهذا شو سمينا ودجز بلاستيك هلأ هيك أنا عملت عزل ليش أنا حطيت هاي الماتريكس لانه هون أنا ما عندي وال صح انا شو بدي بدي وال هون عشان اقدر احط الريستوريشن عشان زي الريستوريشن ابني واحط الكمبوزت عشان ارجع الكونتور لسن حلو هلأ الكمبوزت ماتيريال لها كريتيريا معينة لها بوندينج سيستم بعمل أسد أبليكيشن مادة أسد حامض بتعمل تخشين مايكروسكوبي كليل ستحسن تمام بعدين بحط البوند سيستم بعدين بحط الكمبوزت ولما أحط الكمبوزت لاحظوا هون شو عمل بنى البروكزيما الول صح حول لكلاس وان وشال بعد هيك الماتريكس بطل بحاجة لها وبلش يعمل الكمبوزت يحط طبقة طبقة من الكمبوزت تمام ويعملها كيور تمام كيورنج باللايت البلو لايت ليش بحط طبقة طبقة لأنه هذا الضوء ما بقدر ينفذ أكتر من 2 مليمتر عن طريق فوق يعني فبالتالي بدي تكنس معين ل الكمبوزت عشان لما أحط اللايت عليها كلها تنشف تمام فبحطها على انكريمانت تمام وبعدها بعملها لايت تكيور وهنا بلش يعمل ريمو بل الشارب بإجهز الحلو في الكمبوزت ريستوريشن إذا أنت عملتها صح وعارف المورفولوجي واخترت الشيد اللي صح فعليا تقدر هنا تميزوها عن السنة الطبيعي لا لا تمام فالأبليكيشن للكمبوزت كتير حلو والتعامل معها كتير حلو بس مشكلتها إنها تكنيك سنسيتف لازم أكون عاملي والجود آيزوليشن أقل نقطة من السلايبا هتأثر على الكمبوزت أدهيجن وحتخرب لي كل الشغل هلأ في السميدايركت ريستوريشن شو صار عندي أنا هي شبيهة بالدايركت في عندي الاكسترا أورال تكنيك وانترا أورال قسمناهم بعد ما أنا عملت توث بريبيريشن وخلصت توث بريبيريشن أخدت امبريشن تمام لا الأيريال اللي أنا شغالي فيها ولاحظي هون أنا ما بحط أدهيز في ماتيريال تمام شو بعمل هلأ أخدت امبريشن وهاي الامبريشن بحط جواتها زي سيليكون ماتيريال سريعة يعني سريعة السيتينج تمام وعطتني هون إيش بوزيتف ريبليكا لا السن اللي أنا شغالي فيه شو بعمل هلأ ببلش أجيب الكمبوزيت نفسها نفس الماتيريال وبعملها على الموديل تمام وبرسم نفس الشكل اللي أنا بديها أوكي بعدين باخدها وبرجع على السن بعمل اتشينج بالأسد بوند سيستم وبلزقها في نفس هي بتكون بتكون نفس الانديريك بس لأنها بعيادة نسميها سيبي دايريك يس في نفس السيشن تمام هاي الاكسترا أورل يعني أنا عملت الحشوة سيبي دايريك اكسترا أورل عملتها خارج الحشوة عملتها خارج ثم المريض تمام وهون رجعت عملت هاي منسميها air oppressive technique زي الأسد بتخشن بعدين هذا اللي قلتلكم عنه اسمه acid edge زي حامض بعمل تخشين لسطح السن بعدين هون بعمل application للبونت تمام بحط اللاصق الادهيس system بعدين باخدها بحطها عالسن وبلزقها هاي بالنسبة الاكسترا أورل سيبي دايريك تكنيك هلا الانترا أورل نفس الفكرة بس شو بيصير عندي هون هادا السن تمام ما بحط عليه الادهيس في ماتيريال بجيب الcomposite وببلش أعملها adaptation على سطح السن تمام برسم كل الاناتومي وبعمل الحشو كأنها ايش بدي أخلصها تمام هلا بما أني أنا مش حط الادهيس في سيستم للكومفوز ما رح تلتصق بالسن تمام فبخلصها مثلا هون هيك بعد ما عملت لها كيورينج بطولها من سطح السن وبكمل كيورينج لها بر السن ليه لأنه في مناطق معينة مثلا وهي هيك على سطح السن وابليكيشن هون على سطح السن في مناطق معينة اللايت ما بيوصل لها من كل الزوايا فأنا بطولها وبعملها ليتي كيورينج تمام وبقلل الشرينكج اللي بدي يسير في هاي الماتيريال وبعد هيك بعملها سيمانتيشن بس هو فعليا أنا لما عملت الحشو عملتها انترا أورالي داخل تم المريض تمام بعدين برجع ايش بعمل أسد اتش بونت وبرجع بلزق هاي النقطة فهمت الفكرة الأسد الأسد وظيفته إنه عساس بس نحط الكومبوزات يمسيقه صح هلا الأسد اتش فعليا هلا انت كيف بتعتمدي ما بتعتمدي على ميكانيكا ريتنشن انت بتعتمدي على إيش مايكرو ميكانيكا ريتنشن يعني هذا الأسد بعمل جوه سطح الإنمل زي هيك بورسيتي بورس تمام هيك بخلي سطح الإنمل البوند اللاصق اللي أنا بحطه بحطه بيكون لحظة زي فلويد هيك سائل بحط البوند جوه وبنشفه وبعمل له ليت كيور فبيفوه جوه هاي البرسيتي وبيشبك تمام ولما يعني صر له ست زيك إنه فا جواها وعمل إيش قعد وشبك فيها فهو دولة الخطوتين الأسد اتش والبوندنج ضروريات جدا قبل الكمبوزيت ففكرة الأسد اتش رح نحكولكم عنها إن شاء الله بالفصل القادم إنها فكرتها إنه يخشن مايكروسكوبيك لسطح السن تمام بعد هيك بعملها داخل ثم المريض كمان مرة على السريع عندكم محاضرات ولا أكمل بس بدي أحكي هاي النقطة إنه كمان مرة الريستوراتي 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 عندي نوعين اللي هي لايك أمالغام ولايك كومبوزيت شو مميزات الكمبوزيت إنها أدهيسي رستوراتي بينما الأمالغام it is not an adhesive رستوراتي شو يعني؟ يعني المريض المريض والريستوراتي الريستوراتي الريستوراتي will act like two independent structure شو ما حاولت عملت أعملها بطريقة very perfect ومشيت على كل البرينسيبل إلا هاي المتيريال مختلفة عن سطح السن فبالتالي بدي uniform depth specific shape walls and so on تمام؟ ومرجل الكونفجوريش composite والجي آي سي السن والحشوة بيصيروا واحدة واحدة فبالتالي الفورسز could be transmitted through the adhesive interface للريستوراتي and versus وكلهم بيدعموا بعض يعني مبدأ الـ undermined enamel في الأمالغام شو حكينا منشيله صح؟ في الكمبوزت ما في داعي تشيله لأنه أنا لما أحط الكمبوزت الكمبوزت رح تدعم هذا الـ undermined enamel صح؟ وبالتالي بتقوي السن فعليا الكمبوزت منذكرين لما أجينا هنا كان عندي undermined enamel في هاي الاريا صح؟ كان عندي three options يا أشيل كل الـ undermined وأحط أمالغام يا أحط هنا artificial dentine يعمل supporting للإنامل وبعد هيك أحط الأمالغام يا كلياتها على بعضها أعملها adhesive restoration زي الكمبوزت فلاحظوا هون مع الكمبوزت الـ undermined enamel أنا ما شلتها ليه؟ لأنه الكمبوزت restoration adhesive restoration تلتصق بسطح السن فهي فعليا تعمل support للـ undermined enamel وبالتالي بتدعم بتدعم وبتقوي للسن تمام أنا هيك رح أنهي أعزائي في خد عنده أي سؤال لأدكتورة لأدكتورة لأدكتورة